قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إنه تم تشكيل لجنة عليا لوضع تصور للمؤتمر العالمي للترويج للاستثمار في مصر في النصف الأول من عام عشرين ثلاثة وعشرين وأضف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة أن العام الماضي تم جذب تسعة مليارات دولار كاستثمار مباشر لأول مرة منذ خمسة عشر عاما إحنا السنة اللي فاتت نجحنا في جذب حوالي تسعة مليار دولار استثمارات مباشرة وده يمكن أعلى رقم نحققه من حوالي نقدر نقول خمسة عشر سنة ومع ذلك هذا الرقم رقم إحنا مش هو ده الهدف على الإطلاق إحنا عايزين نضاعف هذه الأرقام ويمكن عشان كده يعني أنا كنا شكلنا مجلس الوزراء وحدة لحل مشاكل المستثمرين بتخضع مباشرة لإشراف رئيس الوزراء وبتابع حل المشاكل المستثمرين بيتقدموا فيها وبنشوف المشاكل بتاعتهم ونحلها بأسرع وقت ممكن والحمد لله هذه الوحدة اللي هي بتشتغل بصورة جيدة جدا الموضوع الآخر اللي إحنا يمكن كنسيات الرئيس وجه بتفعيله بصورة أسرع كبير ويتحطله آلية تمكن وتشجع قطاع الخاص وده اللي يمكن كنسيات الرئيس وجه به في الاحتفالية بمرور مئة عام على إنشاء اتحاد الصناعات كان التفعيل والإسراع بموضوع الرخصة الزهبية ترجمة نانسي قنقر